تبنت الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذ توجهات الرئيس السيسي حيث سيتم عقد عدد من اللقاءات بين كافة أقطاب القوى السياسية والشبابية المختلفة ضمن حوار وطني يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس السيسي للمؤتمر الوطني للشباب والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال إفطار الأسرة المصرية بإطلاق حوار سياسي بين كافة القوى السياسية والشبابية حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى رئيس السيسي شخصيا مع وعده بحضور المراحل النهائية منها وذلك لتطوير الرؤى والمقترحات البناء في إطار من التفاعل الوطني بين مختلف القوى السياسية والشبابية وأشارت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن الحوار يستهدف تطوير أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التي تواجه الدولة في ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناح السياسية والاقتصادية وفي ضوء استعداد مصر لاستضافة عدد من الأحداث العالمية الهامة خلال الفترة القادمة كما ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم عدد من ورش العمل والندوات المختلفة لعرض الرؤى الخاصة بالقوى السياسية والشبابية في الموضوعات محل النقاش وذلك ضمن عدد من الأليات التي سوف تتبناها الأكاديمية لتوسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني وتعظيم قيمة مخرجاته